قال خبراء إن خطوة سعودية في الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي وعلى الأمريكيين أنفسهم فبعد التقرير لصحيفة الاقتصادية والذي استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فإن هناك 11 دولة تستثمر أموال في سندات وأذون الخزانة الأمريكية في نهاية فبريان الماضي وأوضحت صحيفة الاقتصادية في تقريرها إلى أن ذلك يأتي على الرغم من تراجع استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 2.3% وهو حوالي 2.7 مليار دولار لكن تبقى المملكة العربية السعودية أول وأكبر مستثمر عربي داخل الولايات المتحدة في الأذونات وسندات الخزانة الأمريكية حيث يصل الببلغ إلى 437.6 مليار ريال أي حوالي 116.7 مليار دولار تقول الصحيفة الاقتصادية إن الاستثمار السعود في الولايات المتحدة نقص بقيمة 2.3% أي حوالي 2.7 مليار دولار وقال محلل إن استثمار المملكة العربية السعودية يمثل عاشر أكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية وسندات الخزينة وأن هذه الاستثمارات تسبق في هذا الصدد اقتصاديات أكبر دول العالم مثل الهند وفرنسا وكندا وألمانيا وبحسب ما قاله الخبراء فإن إقدم المملكة على بيع ما تمتلكه من سندات خزانة في السوق سيؤدي أولا إلى زيادة المعروض منها وبالتالي ارتفاع عوائدها بشكل حد مما سيرفع كلفة الاقتراض على المستهلكين الأمريكيين ويؤثر مباشرة عليهم سواء بالنسبة لقروض الرهن العقارية أو لأغراض أخرى كما ستزيد تكلفة الفائدة التي تسددها الشركات المدينة للمنوك الأمريكية وهو ما يشكل ضربة كبيرة للاقتصاد الأمريكية أما إذا اتفقت دول الخليج مجتمعة على توجيه ضربة مشتركة لولايات المتحدة فستكون الضربة أكبر بكثير فالكويت وهي دولة خليجية متحالفة مع المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الثاني عربيا باستثمارات تبلغ 50 مليار دولار وتمثل 19.6 من استثمارات العرب كما أن الإمارات وهي حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية أيضا تملك استثمارات تبلغ 46 مليار دولار ثم جاء العراق في المركز الرابع باستثمارات تبلغ 24 مليار دولار تليه قطر ب5.7 مليار دولار ثم سلطنة عمان ب5.3 مليار دولار ثم يليها المغرب باستثمارات تبلغ 3.7 مليار دولار الاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة هذه الاستثمارات السعودية توزعت في سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 101 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 87 من الإجمالية فيما نحو 15.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 13% من الإجمالية وقالت صحيفة الاقتصادية أن رصيد السعودية من سندات ودونة الخزانة الأمريكية انخفض على أساس سنوي إلى 12.2% أي 16.2 مليار دولار من نهاية فبراير 2022 مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسها من 2021 والبالغ إجمالا 132.9 مليار دولار فشل دريع لبيضان في كل تعهداته الانتخابية تقريبا ليس فقط تلك المتعلقة بالمملكة العربية الصعودية بل حتى فيما يخص الولايات المتحدة فهذه المرة فشل دريع فيما يتعلق بالشعارات التي كان يرفعها الرئيس الأمريكي بخصوص المنح والنفط والغاز وكيف كان يرفض حفر النفط والغاز في الأراضي العامة الأمريكية وبعد قرار المملكة العربية الصعودية ورفضها زيادة إنتاج النفط اضطر بايدا إلى استئناف قرار حفر النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية الأمريكية